يمر عام ويأتي آخر تتبدل المعادلات وتتغير المشاهد تصعد دول وتتغير أنظمة لكن تبقى حرب اليمن دون أي حل واضح هكذا هو حال بلد أنهكه القتال وتعددت بداخله الأزمات وارتفعت فيه معدلات الضحايا أربعة أعوام على الحرب المنسية في اليمن تغيرت فيها كل ملامح الحياة فجرت المنازل من قبل الحوثيين وقصفت الأحياء السكنية من قبل التحالف والحوثيين أيضاً وانعدمت سبل العيش وضاعت الحقوق والحريات حال الصحافة كحال البلد المنهك من الحرب دفع فيها الصحفيون ثمناً من أرواحهم وحرياتهم منذ بداية الإنقلاب وهي كلفة باهظة جاءت على حساب عملهم الصحفي غادر معظم الصحفيين البلاد بعد أن أصبحوا عرضة للملاحقة من جميع الأطراف حيث لا يريد أحد صوتاً غير صوته أغلقت كل الصحفي والوسائل الإعلامية في صنعاء وهناك أكثر من ثلاثة عشر صحفياً يقبعون في سجون ميليشيا الحوثي لا يختلف الوضع في عدن كثيراً عما هو في صنعاء فهناك ترهيب ضد الصحافة وإحراق للمنابر الإعلامية وإيقاف واعتقال للصحفيين نقابة الصحفيين اليمنيين وفي آخر تقاريرها كشفت عن وقوع مئة حالة انتهاك ضد الحريات الإعلامية في العام الجاري بينها خمسة حالات قتل مؤكدة أن وضع الصحافة في اليمن معقد للغاية في ظل استمرار الحرب التي طالت الحريات الصحفية واستهدفت مئات الصحفيين والمؤسسات الإعلامية أما بالنسبة للصحفيين الذين يواصلون تغطيتهم الميدانية فهم يعملون في بيئة عمل خطيرة مما يضعهم أمام خيارات صعبة إما الهروب خارج البلاد وقرار العيش في المنفى أو السجنة أو تأييد الخط التحريري المفروض عليهم من قبل الأطراف المصادرة لحرية الصحافة في مناطق القتال عودة إذن إلى زمن القمع والخطوط الحمراء زمن الصوت الواحد المعادل للحريات الصحفية وهي انتكاسة يقاسي تبعاتها الصحفيون وأصحاب الرأي الذين يتدهور وضعهم كل يوم وأصبحوا الهدف الأول في الحرب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر